انطلق موسم حصاد وتوريد القمح بمحافظة الوادي الجديد وذلك في ظل قرار الدولة بفتح بعض نقاط التسلم لتوريد القمح المحلي مبكرا في أربع محافظات من بينها سوامع شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديدة وتضم المحافظة طول الموسم الجاري أربعمائة وخمسين الف دان قمح بزيادة خمسة عشر الف دان عن العام الماضي وتضم منطقة شرق العوينات أكبر المساحات المزروعة بالقمح على أنغام الفرحة التراثية للراحل محمد عبد الوهاب الأمح الليلة لتعيده يا رب تبارك وتزيده انطلق موسم حصاد الذهب الأصفر وتوريده للشوان والصوامع في قرية العبور بمحافظة الوادي الجديد تم زراع 328 ألف فدان متوقع انتاج حوالي من 850 إلى 950 ألف طن إن شاء الله بأمر إلى تعالى بدأنا الحصاد وإن شاء الله بدأنا التوريد صومعة العوينات استقبلت أول توريدة لمحصول الأمح والصومعة العوينات دي ساعتها التخزينية حوالي 60 ألف طن أيضا صومعة الخارجة استقبلت النهاردة أول يوم شحنة من الأمح ساعتها التخزينية حوالي 45 ألف طن وتماشيا مع جهود الدولة لرفع انتاجية الفدان جاءت نتائج الحصاد ووصل معدل انتاج الفدان إلى 22 أردب حيث تستهدف الدولة التوسع سنويا في زراعات القمح للحفاظ على المحصود الاستراتيجي الأول وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن محافظة الوادي الجديد والتي كان لها نصيب كبير من جهود الدولة في التنمية الزراعية أعلنت عن بدء موسم حصاد القمح للعام الحالي بمنطقة شرق العوينات في الدخلة كأكبر مساحة المزروعة قمح بالمحافظة نهنى ونبارك أهلنا المزارعين في محافظة الوادي الجديد بالحصاد محصول الأمح النهاردة حاجة مبشرة بالخير الحمد لله إحنا زرعنا محصول القمح ونشكر مدرية الزراعة هي دعمتنا بالحقول الإرشادية ووفرت لنا أكثر من صنف مصر ثلاثة وسخة خمسة وتسعين والحمد لله إحنا زرعنا وحاليا إحنا في موسم حصاد القمح سنة دي المحصول حلو أحسن من السنة اللي فاتت وفي المحافظة تسعى الدولة لاستغلال المقومات التنموية الشاسعة في زراعة محاصيل استراتيجية من أهمها محصول القمح بالإضافة إلى توفير صوامع الغلال بمدينة الخارجة وشرق العوينات لاستيعاب كميات القمح المزروعة فضلا عن إقامة صوامع أخرى بمدن الدخلة والفرفرة وطرح السعر عادل أمام المزارعين لتشجيعهم على الزراعة والقيام بأعمال المتابعة والتحليل لمتابعة الأمراض التي تصيب المحصول ترجمة نانسي قنقر